أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء التزام البحرين واهتمامها بأهداف التنمية المستدامة 2030 وترحيبها بمنظمات الأمم المتحدة على أرضها جاء ذلك لدى استقبال معاليه بقصر الإقضيبية معالي السيد ميروسلاف لاتشاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من مناسبة مشاركته في المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017 والمقام تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقر وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية وأسعادة السيد زايد بن راشد الزيان وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من قادة وخبراء ريادة الأعمال على مستوى العالم الذين وجهوا شكرهم وتقديرهم إلى سمو رئيس الوزراء المواقر على تفضل سموه براعاية أعمال المنتدى وفي مستهل الإجتماع نقل معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواقر إلى معالي السيد لا تشاك والمشاركين في المنتدى متمنيا لهم طيب الإقامة في البحرين وقال معاليه إن احتضان مملكة البحرين المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار يعكس حرص القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة على رعاية كل نشاط أممي من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأشار معاليه إلى أن برنامج عامل الحكومة والخطط والاستراتيجيات الوطنية الأخرى قد تم تصميمها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 كون تلك البرامج الحكومية المحلية وأهداف التنمية المستدامة تلتقيان في محور واحد مشترك وهو تعزيز دور الإنسان المواطن الذي هو أساس وعماد كل تنمية من جانبه يعرب معالي السيد لاتشاك ورواد الأعمال عن شكرهم وتقديرهم لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على ما تليه من حرص واهتمام بالأنشطة والفعاليات الأممية التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرين إلى أن رعاية اسمه رئيس الوزراء للمنتدى كان لها أكبر الأثر في إنجاحه واستقطاب أكثر من ألف مشارك من رواد الأعمال يمثلون حوالي تسعين دولة من مختلف دول العالم